بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلبة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نلتقي بكم اليوم في درس جديد من دروس التسيير المحاسبي والمالي والذي خصصناه لتسوية حسابات الزبائن حيث في نهاية السنة المالية تقوم المؤسسة بتصنيف زبائنها حسب وضعيتهم المالية ونجد ثلاثة أنواع من الزبائن زبائن العاديون الزبائن المشكوك فيهم الزبائن المعدومون بالنسبة لزبائن العاديون هم الزبائن الذين يكونون في وضع مالي جيد ويمكنهم تسديد ديونهم في الآجال المتفق عليها دون أي مشكلة الزبائن المشكوك فيهم وضعيتهم المالية صعبة ويمكنهم أو يحتمل عدم تمكنهم من تسديد جزء من ديونهم أو كل هذه الديون أما الزبائن المعدومون فهم في حالة إفلاس نهائي ولا يمكنهم تسديد جزء من الدين أو الدين كله ويعتبر في هذه الحالة دين معدوم المؤسسة في نهاية السنة تقوم بإجراء قيود تسوية لكل حالة من حالات الزبائن حسب وضعهم المالي قد نجد في البداية زبون كان عاديا وأصبح مشكوك فيه هذا الزبون يجب تسويته أولا بتحويله من زبون عادي إلى زبون مشكوك فيه ثم معاينة خسارة القيمة له على النحو التالي أولا كيفية تحويل الزبون العادي إلى زبون مشكوك فيه يجعل حساب 411 زبائن دائنا بقيمة الدين المشكوك فيه ويحول إلى حساب 416 زبائن مشكوك فيهم يحول هذا الدين بالقيمة متضمنة الرسم على القيمة المضافة ويمكن توضيح ذلك في المثال التالي بتاريخ 31-2013 اتضح أن الزبون العادي خالد أصبح في وضعية مالية صعبة ويحتمل عدم تسدي 30% من دينه المقدر بـ 234 ألف دينار علما أن هذا الدين يتضمن الرسم على القيمة المضافة تيفية بـ 17% يتم تحويل هذا الزبون من حساب الزبائن العاديين إلى حساب الزبائن المشكوك فيهم بمبلغ الدين متضمن الرسم حيث يجعل الحساب 416 زبائن مشكوك فيهم مدين والحساب 411 زبائن دائنا معناه يحول الدين هذا من الحساب 411 إلى الحساب 416 حيث يصبح الحساب 416 خاص بالزبائن المشكوك فيهم إن هذا الزبون العادي الذي أصبح مشكوك فيه يجب حساب خسارة القيمة المحتملة له وتسجيلها محاسبيا تحسب خسارة القيمة دائما على الدين خارج الرسم حيث يحسب الدين خارج الرسم بقسمة الدين متضمن الرسم على 1.17 أو 1.07 حسب معدل الرسم على القيمة المضافة بالنسبة للزبون خالد الذي رأيناه سابقا مبلغ الدين متضمن الرسم 234 ألف مبلغ الدين خارج الرسم 234 ألف تقسيم 1.17 يعطينا 200 ألف خسارة القيمة المحتملة 200 ألف في 30% ونتحصل على 60 ألف دينار تسجل هذه الخسارة بيجعل الحساب 685 مدين والحساب 491 خسائر القيمة عن حسابات الزبائن دائنا بالنسبة للزبائن الذين كانوا في وضع مشكوك فيه في السنة الماضية وما زالت وضعيتهم مشكوك فيها فإن المؤسسة تقوم بإجراء تسوية لهؤلاء الزبائن حسب الخسارة المحتملة سابقا والخسارة المحتملة حاليا حسب وضعهم المالي الجديد وذلك بتعديل خسارة القيمة السابقة إما بزيادتها أو إنقاصها أو إلغائها في بعض الحالات ويمكن توضيح ذلك حسب المراحل التالية بالنسبة لزيادة خسارة القيمة فإن الخسارة المعاينة حاليا أكبر من الخسارة المسجلة سابقا وبالتالي نقوم بزيادة الخسارة بالفرق بين الخسارة الحالية والخسارة السابقة يكون قيد زيادة الخسارة بنفس القيد لمعاينتها أي يجعل حساب 685 مدين والحساب 491 دائنا بالنسبة لوضعية الزابون المشكوك فيه إدريس للمؤسسة F مبلغ الدين متضمن رسم 351 ألف خسارة القيمة السابقة 55 ألف سدد خلال سنة 2013 105300 يحتمل عدم تمكنه من تسديد 35% من الرصيد كيف تسجل تسوية خسارة القيمة في هذه الحالة أولا يجب حساب الرصيد متضمن الرسم حيث نقوم بطرح التسديد من قيمة الدين متضمن الرسم نحصل على 245700 دينار ثم نحسب الرصيد خارج الرسم بقسمة الدين متضمن الرسم على 1.17 نتحصل على 210 ألف دينار نحسب خسارة القيمة المحتملة حاليا في 2013 وهي 210 ألف في 35% نتحصل على 73 ألف وخمسمائة الخسارة الحالية 73 ألف وخمسمائة هي أكبر من الخسارة السابقة 55 ألف بمبلغ 18 ألف وخمسمائة دينار في هذه الحالة يجب رفع خسارة القيمة بالفرق وهو 18 ألف وخمسمائة دينار يكون قيد التسوية على النحو التالي يجعل 685 مدين 491 دائن بمبلغ 18 ألف وخمسمائة دينار يصبح رصيد خسارة القيمة في السنة الماضية كان 55 ألف أضفنا 18 ألف وخمسمائة يصبح رصيده 73 ألف وخمسمائة وهو الخسارة الحالية بالنسبة للحالة التانية وهي إنقاس خسارة القيمة تكون عندما تكون الخسارة الحالية أقل من الخسارة التي سجلت سابقا ونلاحظ ذلك على النحو التالي الخسارة المعاينة حاليا عندما تكون أصغر من الخسارة المسجلة سابقا يجب تخفيض الخسارة بالفرق بينهما حيث نجعل حساب الخسارة في هذه الحالة مدينة بمبلغ الإنقاس والحساب 785 استرجاعات لاستغلال عن خسائر القيمة والماؤنات للأصول الجارية دائنا بمبلغ الإنقاس يمكن توضيح إنقاس خسارة القيمة في المثال التالي الجدد التالي يلخص لنا وضعية الزابون نبيل للمؤسسة آف بتاريخ 31-12-2013 قيمة الدين 327-600 الخسارة المسجلة في 2012-84-000 التسديد خلال سنة 2013-93-600 يحتمل عدم تمكنه من تسديد 25% من الرصيد أولا الرصيد متضمن الرسم هو الفرق بين قيمة الدين والتسديد نتحصل على 234-000 الرصيد خارج الرسم نقسم 234-000 على 1.17 نتحصل على 200-000 خسارة القيمة المحتملة حاليا 200-000 في 25% وتساوي 50-000 الخسارة الحالية لاحظ أنها أصغر من الخسارة السابقة بمبلغ 34-000 دينار وهذا يجب إنقاسه من حساب خسارة القيمة تكون عملية الإنقاس بجعل حساب خسارة القيمة مدين والحساب 785 دائنا في النهاية نتحصل على رصيد 491 يساوي 50-000 دينار وهو الخسارة الحالية لزابون نبيل في الحالة الأخرى يمكن إلغاء خسارة القيمة عندما تصبح هذه الخسارة دون مبرر تكون الخسارة غير مبررة عندما يكون الزابون في وضع مالي جيد معناه كان مشكوك فيه وأصبحت وضعيته المالية جيدة وبالتالي بإمكانه تسديد ديونه لاحقا أو أن هذا الزابون سدد خلال هذه السنة كل ديونه وبالتالي هذه الخسارة تصبح دون هدف يتم إلغاء خسارة القيمة بنفس الطريقة التي قمنا بإنقاسها حيث الخسارة المسجلة سابقا دون مبرر نجعل الحساب 491 مدينة بقيمة الخسارة كلها مع الحساب 785 دائنا حتى تصبح هذه الخسارة معدومة يمكن توضيح ذلك في المثال التالي وضعية الزابون المشكوك فيه فاتح موضحة في 31 2013 كما يلي قيمة 468 الخسارة المسجلة في 2012 100 سدد خلال هذه الدورة 210 600 الملاحظة في نهاية السنة أن وضعه المالي تحسن وسيسدد كل ما عليه وبالتالي فإن هذه الخسارة المسجلة في سنة 2012 يجب إلغاؤها نهائيا نقوم بإلغائها في القيد التالي تجعل الخسارة مدينة بـ 100 1000 وبالتالي يصبح رسيد هذه الخسارة معدوما بعد التأكد من أن هذا الزبون المشكوك فيه أصبح زبون قادر على التسديد أي زبون عادي نقوم بتحويله مرة أخرى إلى الحساب 411 وإخراجه من الحساب 416 برسيده متضمن الرسم وهو ما نلاحظه في وضعية الزبون الذي رأيناه سابقا حيث الزبون فاتح رسيده متضمن الرسم هو 257 1400 يجب تحويله من الحساب 416 إلى الحساب 411 أي إعادة ضمه إلى الزبائن العاديين بالنسبة للنوع الثالث من الزبائن وهم الزبائن الذين يوجدون في وضعية إفلاس نهائي فإن على المؤسسة في نهاية السنة ترصيد حسابات هؤلاء الزبائن حيث نعلم أن لكل زبون من الزبائن المشكوك فيهم له حسابين في الضفاطر المحاسبية الحساب 416 الذي يتضمن رصيده متضمن الرسم وحساب خسارة القيمة يجب ترصيد هذه الحسابين حتى لا يظهر هذا الزبون في الميزانية الختامية وفي هذه الحالة نلاحظ وجود حالتين بالنسبة للزبائن المعدومون وهو ما نلاحظه في الأمثلة الموالية قد تكون الخسارة الحقيقية أي الدين المعدوم أكبر من الخسارة المتوقعة وقد تكون الخسارة الحقيقية أصغر من الخسارة المتوقعة من أجل ترصيد حسابات الزبون المشكوك فيه الموجود في حالة إفلاس يجب تحديد ما يلي الرصيد متضمن الرسم أي TTC الرصيد خارج الرسم وهو الرصيد مقسوم على 1.17 أو 1.07 إذا كان الرسم على القيمة المضافة مخفض نحدد الرسم على القيمة المضافة وهو الفرق بين الرصيد متضمن الرسم والرصيد خارج الرسم أو بضرب الرصيد خارج الرسم في معدل القيمة المضافة نحدد خسارة القيمة المسجلة سابقا نحدد الفرق بين خسارة القيمة المسجلة سابقا والخسارة الحقيقية حيث نعبر عن الخسارة الحقيقية بالرصيد خارج الرسم يكون التسجيل المحاسبي في هذه الحالة على النحو التالي نرصد حساب خسارة القيمة بجعله مدين نرصد حساب هذا الزبون المشكوك فيه بجعله دائنا نرصد أو نلغي الرسم على القيمة المضافة المحسوب على الرسيد خارج الرسم ثم إذا كانت الخسارة الحقيقية أكبر يظهر لنا الحساب 654 خسائر عن حسابات دائنة غير قابلة للتحصيل وهي خسارة إضافية أما إذا كانت الخسارة السابقة أكبر فيسترجع الفائض منها عن طريق الحساب 785 استرجاعات الاستغلال عن خسائر القيمة والمؤنات للأصول الجارية في الحالة الأولى نأخذ مثال عن حالة الخسارة الحقيقية أكبر من الخسارة المتوقعة في الجدول التالي نلخص وضعية الزابون المشكوك فيه حسين للمؤسسة A حيث هذا الزابون كان دينه متضمن الرسم 526 1500 الخسارة المسجلة في 2012 2225000 سدد خلال سنة 2013 87750 وهو في حالة إفلاس نهائي معناه أنه لا يمكنه تسديد أي دين مستقبلا أولا يجب تحديد الرصيد متضمن الرسم وذلك بطرح التسديد من الرصيد متضمن الرسم نتحصل على 438750 ثم نستخرج الرصيد خارج الرسم بقسمة الرصيد متضمن الرسم على 1.17 نتحصل على 375000 دينار وهو الخسارة الحقيقية التي ستخسرها المؤسسة مع هذا الزابون الخسارة المسجلة الرسم عفوا على القيمة المضافة المتعلقة بالمبلغ غير قابل للتحصيل وهو 63750 الخسارة الحقيقية 375000 وهي أكبر من الخسارة المتوقعة في السنة الماضية 225000 دينار هذا الفرق وهو 150000 دينار سوف يسجل في الحساب 654 خسائر عن حسابات دائنة غير قابلة للتحصيل يكون التسجيل المحاسبي في الدفتر اليومي على النحو التالي نجعل حساب 654 مدين ب150 ألف وهي الخسارة الإضافية نرصد حساب خسارة القيمة السابقة وهي 225000 نرصد أو نلغي الرسم على القيمة المضافة وهو 63750 ونرصد حساب الزابون المشكوك فيه وبالتالي بعد هذا القيد يصبح رصيد حساب الزبائن المشكوك فيه سفر ورصيد خسارة القيمة أيضا معدوم وبالتالي لا يظهر هذا الزبون في الميزانية الختامية بالنسبة للحالة التانية وهي عندما تكون الخسارة الحقيقية أصغر من الخسارة المتوقعة يكون المعالجة المحاسبية على النحو التالي وهو ما يوضحه هذا المثال بالنسبة لزابون فيصل حيث كان دينه متضمن الرسم ميتين وعشر ألف وستمية خسارة القيمة السابقة هي مئة وخمسة ألف دينار سدد خلال سنة 2013 مئة وسبعين ألف وخمسمية وهو في حالة إفلاس نهائي يكون تكون التسوية في هذه الحالة أيضا بحساب الرصيد متضمن الرسم ثم الرصيد خارج الرسم ثم الرسم على القيمة المضافة ثم نحدد الفرق بين الخسارة الحقيقية والخسارة التي كانت متوقعة سابقا ويكون التسجيل المحاسبي في الدفتر اليومي للمؤسسة على النحو التالي الرصيد متضمن الرسم 35 ألف ومئة الرصيد خارج الرسم 30 ألف دينار الرسم على القيمة المضافة 5100 وهو الفرق بين 35 ومئة و30 ألف الخسارة الحقيقية حاليا هي 30 ألف والخسارة التي كانت متوقعة في سنة 2012 هي 105 ألف دينار نلاحظ أن الخسارة الحقيقية أصغر من الخسارة المتوقعة هذا الفرق نقوم باسترجاعه وهو 75 ألف دينار باستعمال الحساب 785 على النحو التالي يكون حساب دائما 491 مدين ب 105 ألف دينار يكون حساب الرسم على القيمة المضافة مدين أيضا بمبلغ 5100 دينار يكون حساب الزبائل المشكوك فيهم دائما بمبلغ 35 ألف ومئة دينار ونقوم باسترجاع الفائد من الخسارة وهو 75 ألف دينار باستعمال الحساب 785 استرجاعات الاستغلال عن خسائر القيمة والمؤنات للأصول الجارية كان هذا درسنا اليوم المتعلق بتسوية حسابات الزبائن وإلى أن نلتقي في درس آخر من دروس التسيير المحاسبي والمالي نتمنى لكم النجاح والتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة